هذه الكبسة غير عن كل الكبسات اللي كلتوها بحياتكم حادقة وطعمة ما شاء الله تهرد بل بنا بدأ نسوي صوص البري بري نقطع فلفل رومي أحمر وبصل وفرس ثوم كامل نوزع عليه زيت زيتون ورشة زعتر وندخل الفرن ينشوي بعدين نخطف الخلاط مع ملعقة كبيرة من الببركة ورشة سكر ومرش وعصير ليمون في مقلقة النار نحمر شوي بصل بعدين نضيف للخلطة مع معجون طماطم والدجاج وبعد ما يتسبك نضيف الموارحة وإذا استوى الدجاج نرفعه من كبه الرز والآن صوص الرز يكون ثقيل محتاجنا نهدي على النار ونقلبه بين فترة وفترة بعد ما يستوي الرز الرجع الدجاج بعد ما حمرنا إذا كنتوا من اللي يحبون سبايسي وازوا على شوي من صوص الناندز المعتدل واستمتعوا بألذ كابسة حمرة وبالعافية اشتركوا في القناة